بين الانقاض تلك كل يبحث عما تبقى وما تبقى لا شيء غير هذا الدمار في العاصمة كييف يتواصل القصف الروسي المدفعي سلطات المدينة اعلنت مقتل شخصين في استهداف روسيا لمصنع طائرات انتونوف بينما اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها وصلت الى خمس مناطق سكنية في اوكرانيا مشيرة الى اسقاط اربع مزيارات اوكرانية من بينها واحدة تركية الصنعة في خاركيف هذا هو المشهد انهيار عدد من المباني جراء الضربات الجوية وفق اعلان خدمات الطوارئ الاوكرانية ماريوبول ليست باحسن حال من خاركيف حيث تم الاعلان عن مقتل 2500 مدني جراء قصف لمنطقة الميناء الشرقي دمرنا الكثير من المعدات العسكرية الروسية الضخمة وخسائل الجيش الروسي من الحرب على اوكرانيا اكثر بكثير مما كانوا متوقعين عند بدء هجماتهم على اوكرانيا هنا في دونتسك الانفصالية وبعيد استهدافها بصاروخ اوكراني اعلنت سلطاتها ان اكثر من 20 سقطوا بشضايا صاروخ استهدف المدينة مشيرتان لا ان عدد القتلى كان بالامكان ان يصبح بالمئات لو لم يتم اعتراضه بينما نفت السلطات الاوكرانية شن اي هجوم على دونتسك فيما نجت الطائرة الروسية هذه بعد اعتراضها بصاروخ اطلق من الارض بواسطة احد افراد القوات المسلحة الاوكرانية وفق الدفاع الروسية اصوات القصف هنا يرتفع صداها يظل الوضع على ما هو عليه هجوم واخر مضاد بينما اعداد الضحايا في ازدياد عصام عبد السلام العربية العربية